جبت الحزب انت مفروض يعني عقدك بيخلص مع نادي الزمالك الفترة اللي جاية راسم حاجة احتراف مصر يعني راسم مستقبلك اتكمل مع الزمالك طبعا راسم في المستقبل بتاعك ايه؟ والله انا اشرف ليه طبعا انا لو كملت مع نادي الزمالك انا ما عنديش ايه مشكلة بس انا طبعا حاطت ان انا عايزة احتراف جاية لي حاجات برا مصر ومن جوا مصر برضو جاية لي حاجات برضو كتير بس لا انا عايز اطلع برا بس جوا مصر معروف انه جوا مصر الكبار بما انك تتلعب في الزمالك فانت لو هتوستلعب تلعب في الاهلي يعني صح اكيد يعني انا بقدر تتوقع اه طبعا اكيد 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 اكبر اكبر ناديين طبعا اكيد مع احترامي طبعا لندية التانية لندية التانية محترمة جدا طبعا بس ده اللي لعبت اللي بل الزمالكي بقى اللي بل قدابه اللي هتشريب نادي الزمالكي بقى بالزبط بس فانا لا انا وجهت ان شاء الله ان انا عايزة احتراف ها وعلشان يعني زي ما قلت حياك يعني جرال ده موضوع ما كانش معي احسن حاجة ما شاركتش كتير السنة دي مع السنة اللي فاتت برضو مع الاربع سنية الصراحة يعني كان موضوع بالنسبالي مش احسن حاجة في النادي او في النادي او في النادي ما كنتش باخد فرصة فرصة كبيرة بس الحمد لله ما كنت باخد فرصة طبعا كنت بقدي وبشادت طبعا الناس كلها الحمد لله يعني بس فانا لا انا احابب ان انا اطلع بقى اطلع برا شوية كده واكيد تحت امرنادي الزميق في اي حاجة يعني في اي وقت اكيد لو احتاجوني بعد ما اخد فرصة برا يعني انت خالس واخد قرارك ان تطلع برا لو ما فيش حاجة مناسبة برا هنشوف بقى ندرس بقى المعبود واضح ان هو في كتير يعني فانتاخد قرارك خلاص الموضة خلاص